The arithmetic mean The following frequency table showed the shares of money in pound hold by the pupils of the class in the project of building a hospital near to the school الإجزامبل ده بالضغط واغذينه في اللي سنه اللي فات لما جبنا عليه The ascending and descending frequency table بس احنا هنشرح نفس الإجزامبل وهنجيب عليه The arithmetic mean What the meaning بقوا The arithmetic mean يعني The average لو نجيت قلتلك Find the average of your scores in science, English and math مثلا لو انت جبت في science 30 وفي English 32 وفي math مثلا 35 يبقى الـ average هنا المتوسط قد ايه هتعمل ايه هتعمل add للنumbers كلها الدرجات بتاعتها كلها لهي 30 plus 32 plus 35 divide عددهم اللي هما كان مادة 3 اوكي يبقى بنعمل add بنجيب total او sum بتاع كل الدرجات divide ايه عددهم نفس الكلام هنا لو انا جيت قلتلك find the arithmetic mean هتعمل ايه هتجمع او هتعمل add لكل values اللي عندي top which values انا عندي كازا اكتر من value عندي number of students يبقى تعمل add للnumber of students روما 3 plus 6 plus 8 plus 12 ولا هتعمل add للشيرز اللي هي الماني اللي فوق من 20 و30 و40 ده حتى الماني الفلوس اللي دفعوها مش ثابتة يعني مش مثلا 3 students دفعوا 20 exactly 20 لا ده دفعوا من 20 ل30 و6 students دفعوا من 30 ل40 طب هعمل add لإيه لل20 ولا 30 ولا اللي in between 21 22 23 يبقى number one لازم اجيب حاجة اسمها the center of the set المتوسط بتاع ال set من 20 ل30 في النص 25 يبقى ال center ما بين 20 وال30 25 between 30 و40 طبعا هيبقى 35 between 40 and 50 45 من 50 لل60 55 from 60 to 70 65 from 70 طبعا 280 هيديني 75 يبقى ده اسمه ايه the center of set وبقى سميه x اوكي يبقى number one step number one بجيب center of sets اللي ما بين كل 2 sets ما بين 20 وال30 في 25 ما بين 30 وال40 في ايه اللي في النص 35 and so on اوكي بعد كده بنعمل table كبيرة بقى بالشكل ده اول حاجة بكتب فيها ال sets اللي هي already موجودة قدامي من 20 30 40 50 بنقلها تاني هنا او تاني colon عندي هو center of sets اللي احنا بنسميه x اللي احنا لسه جايبينه 25 35 45 and so on تالت حاجة frequency اللي هو already موجود في التابل عندي 3 و 6 و 8 و 12 و 7 و 4 اوكي اوكي رابع حاجة بقى ده اهم حاجة ده اللي انا بجيبه انا كده عندي حاجتين هم باللون لاحمرهم center of set اللي هو x والfrequency بعمل الاتنين multiply بعض يبقى هاجي عند اول line هقول 25 by 3 تديني 75 number 2 هنعمل 35 by 6 تديني 210 3 يبقى 45 by 8 تديني 360 4 يبقى 55 by 12 هتديني 660 5 هعمل 65 by 7 تديني 455 اخر حاجة 75 by 4 هتديني 300 اوكي يبقى اخر كولم عندي هو عبارة عن ايه بعمل multiply ما بين center of set اللي هو اسمه x مسميها x والfrequency اللي هو f يبقى f multiply x طب number 3 بقى step number 3 بجيب total الfrequency total طبعنا عارفة انا هم كل هون 40 total هو كاتبهولي فوق حتى التوتل بقى بتاع ال numbers اللي احنا جبنا دي كلها 75 plus 210 plus 360 plus 660 plus 455 plus 300 كل ده هجمعوه هيديني 2060 ال average بقى او المين the arithmetic mean هو ايه التوتل اللي احنا جبنا ده هو 260 divide التوتل في الفريقونسي اللي هو 40 يبقى the arithmetic mean هو الف باي اكس التوتل بتاع الف باي اكس الفريقونسي multiply center الاخر خانة او اخر عمود احنا جبناها اوكي divide التوتل اللي هو 40 بقى